وأخيرا جئتكم بفيديو جديد بعد فترة غياب طويلة والنهاردة مع 3 قصص عجيبة وغريبة قصص انت أول مرة لو سمعتها هتفتكر انها قصص خيالية لكنها قصص حقيقية مش 100% ده مليون في المية سهل جدا علي ان انا اقولك اي قصص خيالية لكن القصص الحقيقية بيكون لها طعم تاني كله كده جاهز وتمام يلا نبدأ الحلقة بتاعتنا عاملين اي يا جماعة ربوا تكونوا دايما بألف خير في اواخر القرن التسعتاشر كان فيه ظاهرة مميتة بتحصل في امريكا زمان ما كانش نظام اطفاق الحرائق متطور زي دلوقت الحرائق اللي كانت بتحصل في المباني العالية او المباني متعددة الطواب في الزمن ده ما كانش لسه فيه حاجة اسمان نظام اطفاق مركزي في المباني وكان الدفاع المدني او المطافي بيستخدموا حاجة اسمها شبكات الامان وهي عبارة عن قطع دائرية كبيرة من القماش لما كان بيحصل اي حريقة في مبنى عالي كان رجال الاطفاق على طول بيطلعوا الشبكات دي من العربية ويفضلوا مسكنها تحت نوافذ المبنى اللي بيتحرق وكانوا بينادوا من تحت على الناس الموجودين في المبنى اللي بيتحرق من فوق انهم ينطوا من النوافذ على شبكة الامان دي وبعد ما الشخص اللي بيهرب من الحريقة ينط من النافذة رجال الدفاع المدني على الارض بيعملوا مناورة علشان يخلوا الشخص اللي بينط ده من النافذة ينزل في منتصف شبكة الامان وينقذوا حياته الظاهرة المميتة اللي كانت بتحصل في الوقت ده ان كان فيه ناس بيخافوا ينطوا من فوق على الشبكة اكتر من خوفهم من النار رغم ان رجال الاطفاق تحت يقولوا لهم نطوا ما تخافوش لكنهم يفضلوا خايفين ووقفين في مكانهم لحد ما يموتوا من الحريقة فكانت ادارات مراكز الاطفاق في جميع انحاء امريكا بتحاول انها تشوف اي طريقة لتسقي في الشعب الامريكي علشان يبقوا واسقين في شبكات الحماية دي لو قامت اي حريقة بدل ما يقفوا مرعوبين على النوافذ لحد ما الحريقة او النار تكلوا لكن على الرغم من جهودهم في حملات التوعية لكن الناس برضو في اي حريقة يخافوا ينطوا من النوافذ لحد ما يموت في سنة 1883 وهو وقت قريب جدا من انتشار الظاهرة المميتة دي كان فيه مدرب غطس كان شغال في واشنطن العاصمة واسم الشخص ده روبرت اودلوم الراجل ده كان عارف بالمشكلة دي وفكر يشوف اي طريقة علشان يزود بها وعي الناس ويشجعهم على استخدام شبكات الامان فقال اكيد الناس لو شافت شخص بينط من على ارتفاع عالي وبينزل على شبكة امان وما بيحصلوش اي حاجة حاجة زي كده هتشجعهم لو حصل اي حريقة هتخليهم ينطوا من المباني وهما مش خايفين وبما ان الراجل ده مدرب غطس فمش فرق معاه انه ينط من ارتفاع عالي كده كده هو بينط في المياه من على ارتفاع عالي الفرق بس المرة دي انه هينط على شبكة امان على الارض فبدأ يعمل عروض تعليمية في الشوارع علشان يشجع الناس على استخدام شبكات الامان فالرجل ده عمل اتفاق مع مراكز الاطفاق في المدينة انه هينط من على اي مبنى ارتفاع عالي ورجال الاطفاق تحتها هيمسكولوا شبكة الامان وهو هينزل عليها سليم وبكده الناس لما يشوفوا العرض ده اقصادهم هيشجعهم انهم ما يخافوش من شبكات الامان ففعلا الفكرة دي هي فكرة حلوة وابتدت العروض دي تتعامل في شوارع مختلفة في المدينة والناس ابتدت بأعداد كبيرة جدا تتجمع حواليه علشان تتفرج بس هما ما كانوش بيتفرجوا على العروض دي بغرض التعليم او التسقيف دول كانوا بيتفرجوا عليها من باب المتعة او التسليم انهم بيتفرجوا على شخص بينط من على مبنى ارتفاع عالي وينزل على شبكة كان الموضوع بالزبط كأنهم بيتفرجوا على عرض في سيرك روبرت ما كانش متوقع ان ده يحصل بس هوا كان مبسوط قوي باهتمام الناس بيه وهو بينط ولقى نفسه عمال يشتهر اكتر واكتر فما بقاش يهتم بموضوع العروض التعليمية ده اللي كان عايز يعملها للناس علشان يشجعهم على استخدام شبكات الامان في الحراءة قالك يا عم بلى شبكات امان بلانيلة ان شاء الله ما الناس تصقفت اشوف مصلحة انا قوي فبدأ بعد كده ينط من فوق الجسور او الكبار العالية في المياه وهو كان بيعمل كده لمجرد ان الناس كانوا بيستمتعوا بالعرض بتاعه ده وفي وقت قصية روبرت اشتهر جدا وما بقاش بس يقدم العروض دي في واشنطن العاصمة ده بقى يعملها في جميع انحاء امريكا الناس في الشوارع علشان يبلغهم انه هيعمل النطة بتاعته من على الجسر كذا في المكان كذا وفي الساعة كذا فالناس تتجمع قبليها في مكان العرض بكميات كبيرة جدا وهو اول ما يوصل للمكان يلاقي الناس مستنياء ويفضلوا يهتفوا ليه ويسقفوا له علشان يعمل النطة او القفزة بتاعه روبرت في الفترة الصغيرة دي ابتدت شهرته وصروته تزيد بشكل غير عادي وده اللي شجع ناس تانية انهم يقلدوه وفي سنة 1885 يعني بعد سنتين من بداية روبرت في مشروع القفز بتاعه بدأت شعبيته تقل لانه ما بقاش الشخص الوحيد اللي بيعمل القفزات دي فالموضوع ده دخله في حالة من اليأس والاحباط وقال انا لازم افكر في حاجة جديدة علشان ارجع شهرتي من تاني والحاجة دي تميزني على المنافسين بتوعي او عن نططين الجسور التانين قالك لازم اعمل حاجة ماعملهاش اي حد تاني وبالطريقة دي هبقى نطط الجسور رقم واحد في العالم في الفترة دي كان فيه جسر جديد بيتم تشهيده في نيويورك والجسر ده كان جسر بروكلين وكان من اضخم الجسور وقتها طوله 488 متر وبيربط بين منطقة بروكلين ومنهات بنيويورك والجسر ده اعلى نقطة ارتفاع فيه عن المية 40 متر ولو انت فاكر ان 40 متر ده ارتفاع قليل فده تقريبا ارتفاع عمارة من 12 دور فروبرت لو عمل القفزة دي من على جسر بروكلين فهيبقى ضرب رقم قياسي ماعملهاش اي حد من نططين الجسور لكن عنده النقطة دي كان فيه مشكلة اقصاده الفترة دي اللي انتشر فيها نططين الجسور والناس من كل مكان بتتجمع علشان تتفرج عليهم ابتدت هنا الشرطة تمنع الموضوع ده وده حفاظا على حياة الاشخاص اللي بينطوا من على الجسور فكان في اي وقت الشرطة تشوف المنشورات او الاعلانات دي كانت الشرطة اول ناس توصل للمكان ده وتمنع الشخص ده انه ينط من على الجسر ويفرقوا كل الناس الملمومة اللي جاي علشان تتفرج روبرت كان عارف المشكلة دي بس هو كان لازم يعمل اعلانات علشان الناس تتجمع ما ينفعش كده ينط مع نفسه في الخباسة محدش هيشوفه لازم يكون فيه جمهور او حجد كبير من الناس علشان يتفرجوا عليه وهو بينط علشان يتم توصيق الرقم الكياس ده المهم بدأ يعمل الحملة الاعلانية بتاعته عن نطته الجديدة بس بطريقة زكية شوية ابتدى الاول الاعلان عنها عن طريق الكلام عن طريق شخص يكلم شخص تاني يكلم مجموعة تانية من الناس وهكذا وبعدين ابتدى يوزع منشورات او اعلانات غمضة يعني مثلا تلاقي الاعلان مكتوب فيه ترقبوا الحدث الكبير في المكان الفلاني في يوم كذا وفي الساعة كذا بس ما كانش كاتب في الاعلان ايه الحدث الكبير ده بحيث انه يجمع اكبر عدد من الجمهور بس بطريقة غير مباشرة علشان يضلل الشرطة وفي يوم 19 مايو من السنة دي كانت الحملة الاعلانية بتاعته نجحت الجسر بروكلت الجسر تقريبا كان مضغطي بمئات ومئات من الاشخاص اللي فوق الجسر واللي تحت الجسر واللي جنب الجسر كلهم جايين يتفرجوا على النطة الكبيرة بتاعته روبرت من شهرته في المجال ده كان خلاص تحول لرجل استعرضاته يعني لما كان يعمل اي نطة ما كانش بيعملها كده وخلاص لازم قبل النطة بتاعته يعمل عرض تشويك فكان يوصل للمكان في عربية بالجرها خيول سودة وينزل من العربية لابس معطف او بلطة طويل وبعد كده يخلعه من على جسمه ويرميه على الارض ويتكشف من تحتيه جسمه وهو لابس ملابس السباحة وفي اللحظة دي الجمهور يهتفله ويسقفه وهو يحيي الجمهور بأيديه وبعد كده يجري على حفة الجسر وينط من عليه وهو ده اللي كان هيعمله يوم 19 مايه الجمهور واقف مستنيه علشان يوصل للمكان وكلهم عملين يدوروا بعينيهم على عربية بالجرها خيول سودة لحد ما في وقت الظهر تقريبا ظهرت العربية دي اللي بالجرها خيول سودة وكانت العربية دي ماشي على الجسر من ناحية بروكلي وبمجرد ما وقفت على الجسر نزل منها روبرت وهو لابس المعتف الطويل بتاعه وقلع المعتف ورماه وكشف عملابس السباحة اللي هو لابسها والناس تهيص وتسقفه وكان الكل متحمس جدا علشان يشوف النطة اللي هيعمله ومجرد ما ساب العربية ومشي في اتجاه حفة الجسر الشرطة ظهرت مرة واحدة بين الناس وقبضت عليها ومنعوه يعمل النطة بتاعها لان الشرطة برضو ما كانتش عبيطة وكانوا عارفين ان الاعلانات السرية اللي بيعملها دي هي اعلان عن النطة بتاعها فكانت الشرطة متخفية وسط الناس ومستنيين وييجي علشان يقبضوا عليها فاول ما شافوا العربية دي اللي بالجرها خيول سودة جاية من ناحية بروكلين عرفوه فاتجمعت الشرطة كلها حولين العربية واستنوه ينزل منها وقبضوا عليها هنا الناس اتجننت وبدأت تسرخ جامد على الشرطة وبدأوا كلهم يهتفوا يقولوا سيبوي نط سيبوي نط لكن الشرطة كانت متجمع كلها على الجانب ده من الجسر وطلبوا من كل الناس انهم يتفرقوا في اللحظة دي حصلت مفاجأة محدش يتوقع على الجانب التاني من الجسر اللي هو ناحية منهاته وقفت عربية تانية بالجرها خيول سودة وتفتح باب العربية ونزل منها راجل لابس بلته طويل وقلع البلته ورماء على الارض وكشف عن جسمه وعن ملابس السباحة اللي هو كان لابسها الناس شافت المنظر ده وهاجت في السريخ والتسقيق لان الشخص التاني ده اللي نزل من العربية يبقى روبرت قدلوم الحقيقي اما الشخص الاولان اللي قبضت عليه الشرطة ما كانش روبرت الحقيقي ده كان ممثل او دبلير لروبرت وروبرت دفع له فلوس علشان يتظاهر انه هو روبرت الحقيقي وطلب منه ييجي في وقته معين ويقلع البلته ويحيي الجمهور ويعمل المشهد ده على اول الجسر من ناحية بروكل على اساس يخلي الشرطة كلها تتجمع علشان تقبض على الممثل ده وروبرت الحقيقي يظهر ويبان على الناحية التانية من الجسر وكده هيكون عنده الوقت الكفاية انه يعمل النطة دي فالخطة بتاعته دي نجحت بشكل مثال الشرطيين اللي كانوا على الناحية التانية من الجسر شافوا انه مفيش حاجة في ايديهم ممكن يعملوها علشان يوقفوا روبرت ويمنعوا ينط عقبال ما هيمشوا المسافة دي كلها على الجسر ووسط كمان زحمة الناس دي كلها هيكون خلاص هو نط فقرروا الاستسلام ويوقفوا يتفرجوا عليه مع بقية الناس والناس تهيص وتسقف له لدرجة ان الجسر كان بيترج تحت رجنجه بعد كده مشي وعدى الصور ووقف على حفة الجسر وقبل ما ينط راح نحيي الجمهور مرة تانية اللي على الجسر واللي على الارض نط من على الجسر في البداية كان باين جدا ان النطة بتاعته مثالية ونطة محترفين وزي كل نطة هو كان بيعملها كان بينطه ايده اليمين مرفوع الفوق جنب راسه وايده الشمال على تحت جنب وسطه فهو كان نازل في وضع عمودي مستقيم لكن بعد ثانية واحدة من نزوله هبت عصفة مرة واحدة جديدة جدا فخلت جسمه بدل من نازل وضع عمودي بقى نازل مائل لحد ما ويع على سطح المياه على جنبه فيه حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها الاشخاص اللي بينطه في المياه من على ارتفاعات عالية جدا لازم بينزلوا عمودي برجليهم الاول علشان الرجلين بتعمل حاجة اسمها كسر التوتر السطحي للمياه قبل ما الجسم كله بينزل ويغوص في المياه فلو انت نطيت بالشكل ده فالميا تحتيك هتبقى عاملة زي شبكة الامان بتاعت رجال الاطفاق اللي اتكلمنا عنها في الاول واللي بينط ده هينزل بسلام ومش هجراله اي حاجة لكن اللي بينط ده لو جسمه مال في اي زاوية تانية فالتوتر السطحي للمياه مش هيكسر تحتيه والمياه تحتيه في اللحظة دي مش هتبقى عاملة زي شبكة الامان بالعكس ده المياه تحتيه هتكون عاملة زي الخرصان بعدما العصفة دي هبت على روبرت وخلت جسمه ميل وهو بيقع حاول انه يعدل من وضع جسمه للوضع العمودي وهو طير في الهواء بس معرفش يعمل كده في الوقت المناسب وجنبه اليمين ضرب المياه مباشرة الناس شافوا اللي حصل ده وكانوا حاسين ان في حاجة غلط حصلت بس هم مش فاهمين ايه اللي حصل كانوا واقفين صمتين وبيرقبوا المياه ومستنين روبرت يخرج من المياه في اي لحظة واخيرا خرج روبرت من تحت المياه لكنه خرج ووشه غاطس تحت المياه ومفيش اي حركة في جسمه كان فيه اصدقاء لروبرت على قارب تحت الجسم نطف المياه وفضلوا يسبحوا لحد ما وصلوا ليه وبعد كده سحبوه وطلعوه على سطح القارب لما نيموه على ظهره ابتدوا يكتشفوا الكرسة اللي حصلت كان الدم خارج من بقه وكان شبه فقد الوعي وكانت اخر كلماته بيسأل اصحابه ويقول هي النطة بتاعتي كانت حلوة وبعد كده قطع النفس ومات هيتضح من تشريح الجسة لما جسمه اصطدم بالمياه ان اعضاء الداخلية اتصحقت بالكامل وحصلوا تمزق في الكبد والطحال والرئة والكليتين واضلعوه تهشمت بعد سنة واحدة من موت روبرت كان فيه نطات جسور تاني اسمه لاري دونوفان نط من فوق جسر بروكلين ونجح انه يحقق الرقم الكياسي وهو لسه عايش من غير ما تحصل له اي حواز بعد الساعة 7 الصبح بشوية في صباح يوم 15 ابريل 2007 ثلاث رجال انطلقوا باليخت بتاعهم اللي طوله 11 متر وكان اسم اليخت او القارب ده كازتو وكانوا طالعين من مارينة او مارسة في شمال شرق استراليا في رحلة المفروض انها تبقى رحلة العمر بالنسبة له كابتن او صاحب اليخت كازتو كان عنده 56 سنة واسمه ديريك باتن وكان بيجاهز نفسه من شهور لرحلة العمر دي وكان الاصدقاء الاتنين اللي جايبهم معاه في الرحلة دي واحد اسمه جيمس تونستيد وكان عمره 63 سنة ومعاه اخوه اسمه بيتر تونستيد وكان بيتر عمره 69 سنة التلاتة دول من فترة كانوا بيخططوا للمسار اللي هيمشوا فيه باليخت بتاعه كانت الرحلة دي طالعة من المارينة على الجانب الشرق من استراليا وبعد كده هتطلع في اتجاه الشمال وتنزل في اتجاه السحل الغربي لحد ما يوصلوا لمدينة بيرز وهي دي الوجهة النهائية بتاعتهم يعني تقريبا كده هيلفوا نص السحل بتاع قارة استراليا الرحلة بتاعتهم دي كانوا مقدرين هتاخد 8 اسابيع يعني شهرين وهما كانوا متحمسين جدا في خلال الشهرين دول يشربوا البيرة ويصطادوا السمك التلاتة دول كل واحد فيهم ليه اسرة وهما من طبيعتهم مش من الاشخاص اللي بيهربوا من زوجاتهم علشان يحضروا اي مناسبة او حفلة هما متحملين جدا لمسئولية بيوتهم كل واحد منهم تقريبا متجوز من اكتر من 30 سنة ديريك مخلف اتنين وجيمس مخلف 4 وبيتر مخلف 5 بس هما كلهم يئم على المعاش او قربوا يطلعوا معاش وكانت الرحلة بتاعتهم دي تعتبر كاحتفال بنهاية الفترة دي من حياتهم انهم خلاص هيتقعدوا او هيتطلعوا على المعاش التلاتة دول اشتركوا كتير قبل كده في رحلات بحرية بس الرحلة دي هي كانت الرحلة الاكبر في حياتهم من حيث المسافة اللي هيقطعوها في البحر والتكلفة بتاعتها والمدة اللي هيقطعوها فالرحلة دي تقريبا بمقام عشر اضعاف من اي رحلة بحرية تانية عملوها في حياته وفي يوم 15 ابريل 2007 بعد وقت قصير من خروجهم من المارينة وانطلاقهم بالياخ كانت زوجة بيتر بتتصل عليه علشان تطمن الرحلة عاملة ازاي معاه وقالت انه رد عليها وكان مبسوط جدا وكانت سامع في التليفون الاتنين التانين اللي معاه هما بيتحكم فكان باين ان الدنيا ماشي حلو معاهم وهما مبسوطين سواء بصد السمك او بشرب البير فكانت زوجة بيتر شايفة ان الرحلة دي من بدايتها جميلة جدا وفي الاخر بيتر بلغ زوجته انه بيحبها جدا واستأذنها يقفل معها المكالمة وقفل معها الخط كان داريك اللي هو كابتن الياخت كازتو كان مصر ان السلامة هي العامل الاساسي للرحلة دي التلت رجالة دول رغم سنهم الكبير بس الصحيتهم كويسة جدا وكان عندهم خبرة مش قليلة في الابحار بالاوار وداريك كان عضو في مجموعة انقاذ بحرية تطوعية لو فيه مثلا الناس الارب بتاعهم عتل في البحر او اتقلب او اتحرق كان هو بيشارك في عمليات الانقاذ دي لكن برغم كل الخبرة والمعرفة دي كان مخلي جيمس وبيتر يخضعوا لتدريبات اسمها من اوفر بورد والتدريبات دي بتتعامل الاشخاص علشان تعلمهم ازاي يحفظوا على حياتهم لو وقعوا في الماء ازاي يستخدموا العوامات او سطرات النجالة وحصل لهم طوارق في البحر غير كمان ان ديريك كان عامل مصار محدد للرحلة بتاعته ولازم يمشوا على الخط او المصار ده بمحاذات الساحل يعني ماينفعش ابدا انهم يخرجوا برا في المياه المفتوحة فلازم يبقوا قريبين من الشاطئ او من الساحل علشان يبقوا في امان بدأ جيمس في تصوير مقطع فيديو حوالي الساعة 10 صباحا في نفس اليوم اللي ابحره فيه وفي خلفية الفيديو ده انت هشوف بوضوح الشاطئ او الساحل فهم كانوا فعلا ماشيين في المصار بتاعهم لكن بعد ساعتين من تصوير الفيديو ده بتاع جيمس كان فيه مرأة اسمها ايزابيل ويلر وهي لا تعرف ديريك ولا تعرف جيمس ولا تعرف بيتر ولا لها اي علاقة بيهم المرأة دي في الوقت ده كانت وقفة على الشاطئ بتصطاد في منطقة اسمها خليك شامبينيا وشافت من بعيد الياخت ده في البحر وهو ماشي في اتجاه الغرب بمحاذات الشاطئ لكن في مرحلة معينة وايزابيل كانت بتراقب الياخت ده وما كانش الياخت ده له اي اهمية بالنسبة لها لكنها لمحت الياخت ده انعطف بزاوية 90 درجة ودخل في مياه المحيط المفتوحة بعيد جدا عن الساحل المرأة دي مجرد بس شاهدة على اللي حصل ده ولا تعرف من بعيد ولا قريب التلت رجالة دول اللي على الياخت ولا تعرف انهم مش مفروض يدخلوا في المياه المفتوحة ويبعدوا عن الساحل فهي مش هتروح تبلغ الشرطة عنهم وتقول لهم دولي انحرفوا عن مصاره هي شافت ياخت كماشي وفجأة غير مصاره ودخل جوه المياه لكنها بعدين هتطر انها تبلغ الشرطة باللي شافته ده في اليوم اللي بعده اللي هو يوم 16 ابريل كان فيه شخصين تانين لمحوا الياخت ده والذين دول برضه ما يعرفوش اي حد من الرجالة اللي على الياخت ولا يعرفو المرأة اللي اسمها ايزابيل وكانه اللي اتنين دول واقفين على الشاطق في خليج شامبينيا وشافوا القارب ده اللي اسمه كازتوف المياه وتقريبا كان في نفس المكان اللي شافته فيه ايزابيل في اليوم السابق طب الياخت ده ازاي تشاف مرتين في خلال الـ 24 ساعة في نفس المكان المفروض انه ماشي في اتجاه الغرب على طول ساحل استراليا لحد ما يوصل لمدينة بيرس مفيش اي سبب يخلي طاقم الياخت ده انهم يلفوا ويرجعوا تاني لنفس النقطة اللي كانوا فيها لكن الياخت ده تشاف مرتين ماشي ورجع تاني في نفس المكان خلال الـ 24 ساعة ومن شهود مختلفين والاتنين الشهود اللي شافوا الياخت ده يوم 16 ابريل قالوا الشهادة بتاعتهم للشرطة بس بعدين وفي يوم 17 ابريل كان فيه صيادين في اوارب بعيدة شوية عن خليق شامبيني شافوا الياخت ده بالصدفة وما يعرفوش من الاشخاص اللي جواه لكن المرات ده هم خدوا بالهم من حاجة غريبة في الياخت ده المنطقة اللي موجود فيها الياخت ده مش مفروض يدخلها اي مركب والصيادين بيتجنبوا الدخول في المنطقة دي لانها منطقة خطيرة جدا ومليانة بالشعب المرجنية فاي مركب يدخل المكان ده ممكن يتخبط في الشعب المرجنية ويغلق غير كمان كده الصيادين لحظوا ان الشراع بتاع الياخت ده كان متقطع لاشلاق فهما شافوا المنظر ده ومش عارفين يعملوا ايه لكن الياخت في المنطقة دي مكانش واقف في مكانه ده كان بيتحرك وباين من حركة الياخت في المياه ان الكابتن بتاعهم سيطر عليه كويس وعارف طريقه في المنطقة الخطيرة وسط الشعب المرجنية فالصيادين قالوا خلاص طالما الياخت ده مفيش مشكلة معاه يبقى ملناش دعوة نتدخل لكن فيما بعد اضطروا انهم يبلغوا بالشهادة بتاعته وفي يوم 18 ابريل يعني بعد 3 يام من بداية الرحلة البحرية لديريك وبيتر وجيمز ابتدى هنا بقى يظهر ان الارف بتاعهم كاس تو في حاجة مريبة في اليوم ده كان في طيارة هليكوبتر تابع الخفر السواحد كان الطائرة فوق الحجز المرجاني ده وبصوا تحته شافوا الياخت بالاشراع بتاعته المتقطع وكان الياخت ماشي في المنطقة الخطيرة دي وسط الشعب المرجنية فحاول كابتن الطائرة ده انه يتصل بجهاز الريديو اللي معاه مع طاقم الياخت علشان يتطمن عليهم انهم بخير ومفيش معاهم اي مشكلة لكن كل ما يحاول يتصل بيهم مفيش اي رد بيجيله على جهاز الريديو بس كابتن الطائرة كان شايف ان الياخت ماشي كويس وسط الشعب المرجنية دليل ان كابتن الياخت ده عارف هو ماشي فين واخد حظره برغم كل الاضرار اللي حصلت في الشراع بتاع الياخت بس هو كان ماشي كويس لكنهم اتصلوا بالشرطة البحرية وبلغوهم باللي شافوه وقالوا لهم ان فيه ياخت في المكان الفلاني والاشريع بتاعته متقطعة وبنحاول نتصل بيه وما بيردش علينا فرحت الشرطة البحرية للمكان اللي وصفوا لهم كابتن الطائرة لكنهم ملاقوش اي اثر للياخت ده فضلت الشرطة تدور وتفتش على مين اصحاب الياخت لحد ما عرفوا ان الياخت اسمه كاز تو وعرفوا مين المالك بتاعه ومين الاتنين الاخوات اللي موجودين معاه فحاولت الشرطة تتواصل مع عائلات الاشخاص دول فزوجة بيتر قالت لهم انا اخر مرة اتكلمت معاه اليوم اللي مشوا فيه لكن بعد كده ما اتكلمتش اي حد فيه فهنا ابتدت الشرطة تفهم ان دي بقت حالة طور ولازم يشوفوا الياخت اللي اختفى ده راح فيه بعد كده طلعوا طيارة هلكوبتر تدور على الياخت ده وكان البحث في مجال 130 كم عن السحل الشمال الشرق الاسترالي بعد 48 ساعة من البحث وفي يوم 20 ابريل الطائرة لقت الياخت ده بعد ما وسعوا دايرة البحث ولقوها على مسافة 168 كم من السحل الشمال الشرق الاسترالي وكان زي ما هو بالاشريع بتاعته المتقطعة فضلوا يلفوا حواليه بالطائرة بس ملمحوش اي شخص عليه عند النقطة دي السلطات ما عندهاش اي فكرة ايه اللي حصل للياخت ده والركاب اللي عليه حصل لهم ايه ممكن يكون تم اختطافهم ومحتجزين كرهائن او ممكن حد سرق الياخت ده واصحابه مش فيه او مجرمين او عصابه قتلوا صحابه ورموهم في المية وسرقوا الياخت انت مش عارف ايه اللي مستنيك لو طلعت على الياخت زي ده لكنهم قرروا المخاطرة ونزلوا شخص من الطائرة شو في الياخت ده فتم انزال ضبط انقاذ من الطائرة اسمه كوري بنسون نزل بحبل من الطائرة في المية بعيد عن الياخت بشوية وفضل يعوم بحذر في اتجاه الياخت ما هو مش عارف ايه اللي مستنيه لحد ما طلع على ظهر الياخت الدنيا كانت هادي على الياخت ده هدوء مخيف جدا وما كانش شايف اي شخص على الياخت ده وما فيش اي علامة ان فيه مشكلة حصلت في الياخت ده يعني لا فيه اثار دم ولا اثار اطلاق نار ولا فيه اي حاجات متكسرة ولا فيه اي فوضى ولا اي اثار لاي معركة حصلت على الياخت كانت الدنيا على الياخت عادية جدا باستثناء الشراع اللي كان متقطع الزابط كان عارف اسماء الاشخاص اللي على الياخت فكر ينادي عليهم باسماءه بس هو خاف لايطلع له ناس تانية مجرمين او مسلحين فكده هو ممكن يلفت انتباهه فكرر انه يتسلل بالراحة وبحذر لداخل الياخت لحد ما وصل للمقدمة بتاعته الغريب انه لقى اثار او علامات لأشخاص كانوا موجودين قريب جدا على الياخت يعني مثلا شفس النارة صيد كانت متسبتة في حرف الياخت والخط بتاعها كان في المياه ولقى مجه ازرق كان فيه شوية قهوة يعني كان لسه فيه حد قريب كان بيشرب منه ولقى كورسي عليه قميس متطبق ومحطوط عليه مجموعة نظارات فالحاجات دي كلها بتبين ان الياخت ده كان بيتم استخدامه لوقته قريب جدا وصل كوري لمقدمة الياخت عند المكان اللي بيوقف فيه كابت ولقى المحرك في وضع التشغيل فرح قافل المحرك في المرحلة دي كوري كان عارف ان عليه انه يدخل الكابينة او المقصورة السفلية علشان يعرف الناس اللي هنا على الياخت مصرهم ايه بس هو لو نزل تحت رغم الطيارة اللي بترقبه من فوق واللي فيها فريق انقاذ بس هو برضو هينزل للمكان ده الواحد ومش عارف هو مستني ايه ممكن يكونوا مجرمين جوا معهم سلاح لكن هي دي وظيفته لازم يدخل يفتش فخد نفس عميق ونزل السلم اللي بيودي للباب بتاع المقصورة السفلية اول ما فتح باب الغرفة او الكابينة اللي تحت دي الغرفة دي نصها تقريبا كان عبارة عن مطبخ وشاف جوا الغرفة دي ترابيزة وعليها جريدة وكانت الجريدة تاريخها 15 ابريل اللي هو اليوم اللي ابتدوا فيه الرحلة بتاعته وخلف الجريدة دي على الحائط كان فيه نتيجة متعلقة وكان متشطب او متعلم بالقلم على الايام في النتيجة دي من اول شهر ابريل لحد يوم 14 لكن يوم 15 ابريل اللي هو يوم الرحلة ما كانش متعلم عليه وبالقرب من الترابيزة دي كان فيه جهاز كمبيوتر وكان متوصل وشغال وكان فيه شخص كان لسه بيستخدمه حالا وكان فيه اطباق عليها بوايا اكله كان الاكل لسه فريش ما كانش متعافة يعني كان لسه فيه ناس بتاكل هنا وفي اخر الغرفة دي كان فيه السرير اللي بيناموا عليها وكان باين من شكل السرير ان فيه ناس كانت بتستخدمها الخلاصة ان الياخت ده كانت كل حاجة عليه باين انها طبيعية جدا لكن فيه مشكلة واحدة ديريك وبيتر وجيمس التلاتة اختفوا فين ومفيش اي علامة تباين المكان اللي هم رحولوا ومفيش اي شخص تاني على الياخت ده كان الياخت مهجور تماما لحد يومنا دا والتلاتة دول محدش يعرف اختفوا فين والشهود اللي شافوهم ازابيل والاتنين التانين والصيادين وهم بيتحركوا بطريقة غريبة وعشوائية في المياه ليه غيروا مصار الياخت مرة واحدة ودخلوا في المياه المفتوح وليه رجعوا تاني يوم لنفس المكان ليه كانوا ماشيين بالياخت بشكل عشوائي وهم عاملين مصار محدد لهم وإلا قطع الشراع ومين اللي كان ماشي بالياخت وسط منطقة شعب مرجنية خطيرة لحد يومنا ده محدش لها حل للغز ده والتلاتة دول اختفوا نهائم الدنيا واشتهرت الحادثة دي باسم الياخت الشبح كاز دول في 2006 كان فيه راجل عنده 73 سنة اسمه شيرمان سايزمور الراجل ده قضى معظم حياته يشتغل في واحدة من اخطر الوظائف في العالم كان عامل مناجم في استخراج الفحم بولاية فرجينيا الغربية كان حظه حلو انه نيجي كزا مرة من حوادث المناجم وكان له زمال كتير في الشغل ماته بسبب انهيار الاعمدة في المناجم او بسبب تسريبات الغاز الراجل ده بعد ما كبر اولاده طلع على المعاش وكان دايما ما قضي معظم وقته يلعب مع احفاده باختصار كان عايش حياة هادية وجميلة جدا لكن في شهر يناير من السنة دي كل ده دغير وبدأ شيرمان يتحول من شخص هادي وعائل لشخص مجنون ومش طبيعي بدأ كل شيء بعد ظهر يوم 19 يناير من السنة دي اللي هي 2006 كان شيرمان وزوجته اللي اسمها روبي قاعدين في بيتهم على الكنبة وفجأة شيرمان ابتدى يسرخ وكأنه شاف حاجة مرعبة اقصاده لدرجة انه زوجته اتصدمت من صوت السريخ المرعب بتاعه وكان مستمر في السريخ وهو عمال يبص قدامه فزوجته اللي جنبيه بصت كده عشان تشوفه خايف من ايه فما لقيتش اي حاجة اقصاده كأنه شايف حاجة مرعبة هي مش شايفها فضلت تقوله مايه لك فيه ايه ليه بتسرخ كده وهو ولا كأنه سمعها وعمال يسرخ وعينيه كانت مبرقة وبقه كان مفتوح على الاخر ووشه بدأ يزرق ويعرق جامل الراجل ده كأنه شاف الموت قصاده زوجته فضلت حضنه وهي مرعوبة ومش عارفة ايه اللي جراله لحد ما هو هيد شوية وقال لها ما تسبنيش هيموتوني الستة دي عمرها ما شافت زوجها في الحالة دي كان باين انه تحول لشخص تاني هي ما تعرفوش حولت انها تسيطر عليه علشان تهديه لكن مفيش فايدة تقريبا كان طول اليوم ده على كده كل شوية يدخل في نوبة من السريخ والهلع لدرجة انها فكرت تطلب له الطوارئ 911 لكنها فضلت انها تحاول تهديه على قد ما تقدر وكانت على امل انه يطلع من الحالة دي ويهدى تاني يوم فضلت جنبه طول اليوم ده لحد ما دخل السرير ونام فقالت بس هو هينام ويصحى بقى زي الفل لكن تاني يوم الصبح لقيته مفتح عينيه على الاخر وهو على السرير فكان باين انه ما شافش انهم نهائي في الليلة دي كان نايم على السرير وبيبص للسقف وهو مبرق عينيه اتصلت بعيلته تيجي علشان يساعدوها لكن لما جات عيلته بقى يبص لهم وهو خايف طب ما لك ايه خايف من ايه يقول لهم انتو بتتأمروا علي علشان عايزين تدفنوني حي الشخص الوحيد اللي هو كان بيصق فيهم اتطمله هي زوجته اما بقيت عيلته فمش عارفين يتعاملوا معانها ايه كانوا فاكرينه الجنن او تصب بمس من الشياطين او الجن لكنهم ما يعرفوش ان فيه سبب محدد جدا وهو اللي خلاه يتحول فجأة بالشكل ده قبل كام شهر من يوم 19 يناير اللي هو اليوم اللي تحول فيه شيرمان من شخص طبيعي لشخص تاني مختلف كان بدأ يشتكي من قلم في بطنه فراح هو المستشفى مع زوجته وبنته وبعد حبة فحوصات اتضح ان المشكلة عنده في المرارة لكن الطريق الوحيد علشان يتأكده من كده لازم هيعملوله حاجة اسمها جراحة استكشافية يعني هيفتحوا بطنه ويشوفوا المرارة بتاعته عاملة ازاي اذا كان فيها مشكلة ولا لا فالطبيب سأل شيرمان انت مستعد للجراحة دي فقال له اه مستعد لحد ما تحدد يوم العملية يوم 19 يناير وراح المستشفى مع بنته ومراده وحطوه على سرير المتنقل وودع زوجته وبنته ودخلوه غرفة العمليات فغرفة العمليات كان نايم هو على ظهره وهو شايف بعينيه فوق كل الاضواء الساطيع دي وهي متوجهة عليه وبدأت الممرضات في الغرفة بتجهيز العملية وهو بيدردش معاهم وهما بيحطوله القبر او الكانيولا في دراعه وهما بيجهزوه وفي مرحلة معينة من تجهيز العملية واحدة من الممرضات مسكت قناع الاكسوجين وحطته على وشه وابتدى هنا طبيب التغدير يقوم بدوره علشان يخدره التغدير اللي المفروض ياخده شيرمان اسمه التغدير العام اللي هو يعني المفروض ما يبقاش حاسس باي حاجة بتحصل في العملية لحد ما في الاخر يفوق بعد العملية فبدأ طبيب التغدير في حقنه بالمخدر والمفروض يحقنه بنوعين من العقاكير اللازمة للتغدير العام لكنه حقنه بس بالنوع اللي بيسبب شلل للجسم اما النوع التاني اللي المفروض يفقده الوعي فنسي يحقنه بيه والاهم من كده النوع التاني ده اللي مش هيخليه حس باي قلم فشيرمان لما تحط ماسك الاكسوجين على وشه اتطمن كده انه خد الجرعة المناسبة من التغدير وطلبت منه الممرضة انه يبدأ بالعدة تنازلي من اول رقم 10 لحد صفر فشيرمان كان عارف انه هيفقد الوعي قبل ما يوصل للرقم صفر لان دي مش اول عملية يعملها في حياته وعمل عمليات قبل كده فبدأ بقى يعدي في سره 10 9 8 ابتدى يحس بحاجة كده بعد كده 7 6 5 4 3 2 1 0 وب جسمه كله ساء لكن بعد الصفر ادرك انه لسه في وعي حاول يستوعب اللي حصله فاكتشف انه جسمه مشلول بالكامل ومش قادر يحركه لكنه سامع وحاسس بكل حاجة بتحصل حاوليه حاول يحرك جسمه لكن مقدرش كان متصبش على العام حاول يتكلم برضه مقدرش لان احباله الصوتية كانت برضه مشلولة الشيء الوحيد اللي كان يقدر يحركه بس هي عينيه كان يقدر يحركهم يمين وشمال لكنهم كانوا حطين شريط لاصك على عينيه فكانت عينيه مقفولة فكان مش شايف اي حاجة قدامه حاول يطم من نفسه ويقول في باله لا 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 اكيد انا مش هحس باي حاجة هم اكيد حقنوني بالمخدر بس لسه مشتغلش انا بس اللي قلقان ومتوتر ودلوقتي هروح في النور لكن بعد شوية ابتدى يسمع كل الدكاترة والممرضات في غرفة العمليات سواء بيتحركوا او كانوا بيتكلموا مع بعض وسمعهم وهم بيقربوا عليه وبيستعدوا لبداية العملية ابتدى هنا يترعب وعينيه بتدت تتحرك يمين وشمال بسرعة لدرجة من كتر الحركة في عينيه الشريط اللاصق اللي حطينه على كفونه فك اللازق بتاعه فمن خلال الشق الصغير ده في عينيه ابتدى يشوف الرعب الحقيقي كان الجراح عمال يقرب منه وكان بيلبس الجوانتيات في ايديه وبعد كده الجراح قال مشرط وهنا ظهرت جنبه ايد الممرضة وهي بتناوله المشرط وبعد كده الجراح مسك المشرط وابتدى يقطع الجلد في بطن شيرمن هنا شيرمن حس بكل حاجة لكنه ما كانش قادر يعمل اي حاجة علشان يقاوم او يسرخ كل اللي كان بيعمله انه بس بيحرك عينيه من وشمال على امل ان اي حد فيهم ياخد باله منه انه واعب اللي بيحصله لكنهم كلهم كانوا مركزين على مكان العملية وما فيش حد فيهم كان منتبه لعينيه اللي بتتحرك وابتدى هنا الجراح يمسك المشرط ويقطع في بطنه لحد ما عمل فيها فتحة كبيرة وعند النقطة دي الجراح رفع المشرط واده للممرضة وبعد كده قال لها المشابك وهنا الممرضة ادته في ايديه حاجة كده عاملة زي المقصات بس هي مش مقصات هما بيسموها المشابك ودي بيستخدموها علشان تسبت الجلد اللي تم قطعه علشان توسع الفتحة دي اللي عملها الجراح وما تخليش الجلد يقفل تاني عليه فيقدر يشوف شغله والدنيا سلكة قدامه فبدأ الجراح يسحب الاجزاء الخارجية دي من الفتحة ويسبتها بالمشابك وتخيل بقى كل سحبة من دول كمية القلم اللي كان بيحس بها شيرمن كأنها صواعك من القلم وراء بعض بتضرب في دماغه لكن للأسف كل اللي كان يقدر يعمله شيرمن انه يحرك بس عنيه وللأسف مفيش اي حد انتبه وبعد كده الجراح رفع ايديه وقال المنزار فرحت الممرضة مديه المنزار اللي فيه كاميرا ورحاشر المنزار ده في امعاء شيرمن وبعد كده قال الشفت فجابت الممرضة انبوب رفيع بيشفط زي المكنسة وحطته داخل الجرح المفتوح ده وبدأ الانبوب ده في امتصاص السوائل من الجرح كان القلم اللي حاسس بيه شيرمن مفيش اي حد يقدر يتخيله كان حاسس بكل حاجة بتحصل فيه وهنا الجراح قال ملقاط ورحت الممرضة مديه ملقاط كبير ورح مدخل الملقاط ده في الجرح وسحب منه المرارة علشان يكشف عليها شيرمن وصل لمرحلة من القلم انه كان بيتمنى الموت وعمال يحرك عينيه مين وشمال على امل ان اي حد يشوفه وينجده واخيرا حد شافه كانت فيه ممرضة وقفة جنب الجرح وشافته هو بصصله ومبرق عينيه فهنا الممرضة صراخت وقف يا دكتور وقف ده صاحي هنا الجرح ندى بسرعة على دكتور التخدير وزعق فيه وقال له صلح العك ده اللي انت عملته فجي دكتور التخدير بسرعة وحقن شيرمن بمسكن قلم قوي جدا وهو بيحقنه بالمسكن افتكر انه نسي يديله حقنة المخدر فهنا اول ما المسكن اشتغل عينين شيرمن اللي كانت مليانة بالرعب ابتدت تستريح وبعد كده استغرق في النوم ومحسش باي حاجة فهنا الفريق الطب اللي موجود في الغرفة اللي هم الجرح والممرضات ودكتور التخدير ادركوا النوم ويقعوا في مشكلة كبيرة جدا المريض ده فضل 16 دقيقة يتعمله عملية جراحية وهو في وعيه وحس بكل ضربة مشرته ومقص في جسمه وتسببت له بقلم قاتل ده غير طبعا القلم النفس فالراجل ده اكيد بعد العملية مش هينسى اللي حصله ده وهيفتكر كل حاجة وهيرفع عليهم قضية فهنا بقى جات لهم فكرة شيطانية الله اعلم ده فكرة دكتور التخدير ولا الجراح ولا الفريق كله متورط فيها المهم دكتور التخدير حقن المريض ده بدوى اضافي يعني بعد ما ادله المسكن والمخدر وغاب عن الوعي ادله بعدها الدوى الاضافي ده وكان اسم الدوى ده ميدا زلام والمعروف باسم عقار فجدان الزاكرة يعني اي شخص هياخده هيتمسح من زاكرته اي حاجة لسه حصل له من شوية فكانت الفكرة الشيطانية بتاعتهم دي نجحة والدوى بتاع فجدان الزاكرة نسى الصدمة اللي حصلت له في العملية فلما فاء بعد العملية مفتكرش اي حاجة فهما بعد ما ادولوا الدوى ده كملوا العملية بتاعتهم كلها عادي لحد ما خيطوا الجرح وخرجوا فاء وبعد كده هو مش فاكر ولا اي حاجة من اللي حصلته فطبعا هو مش هيرفع عليهم اي قضية لكن الستاشر دقيقة عذاب دول اتمسحوا بشكله مؤقت من عقله الواعي لكنهم اتزارعوا جوه عقله الباطن فهنا جسمه ادرك انه اتعرض لصدمة جديدة لكن الدوى اللي خده بتاع فجدان الزاكرة مسح الصدمة دي من عقله الواعي فالانفصال الشديد ده بين عقله الواعي وعقله الباطن ضمر نفسيته وبعد العملية بقى بيخاف من اي حاجة وعلى طول بقى متوتر وقلقان لكن هو ما عندوش زاكرة علشان يربط بيها بين المشاعر الرهيبة اللي جواه ففي خلال فترة النقاها اللي بعد العملية وهو في بيته اكيد كان بيحاول يسيطر على المشاعر دي جواه بس هو مش قادر يجبتها الراجل ده كان طبيعي جدا ومبسوط قبل العملية بس بعد العملية تحول لانسان كئيب وخايف ونفسيته اتدمرت وفي يوم 19 بعد ما طلع من المستشفى وروح بيته وكان قاعد على الكنبة جنب زوجته ابتدت المشاعر الرهيبة دي تزيد جواه اكتر لحد ما جاله بانك او نوبة هلعة وبدأ يسرخ وهو مرعوب وخايف بس هو مش عارف هو خايف ومرعوب من ايه وفي خلال اليومين اللي بعد كده ابتدت الزاكرة ترجع له وعقله الواعي ابتدى يعمل فلاش باك لذكريات العملية وافتكر ال 16 دقيقة عذاب اللي مر بيهم وبدأ يفتكر ان فيه شخص كان مسك مشرط وفتح بطنه وطلع منها احشاؤه فبدأ يقول لحاله معقول كل ده كان بيحصل لي فبدأت الزكريات دي تبقى عاملة زي الكاوبيس اللي مش عايزة تسيب عقله فبدأت عائلته توديل دكاترة كتير جدا واطباء نفسيين علشان يعالجوه من الصدمة دي بس هما كل ده مش عارفين سببها ايه لحد ما جه يوم 2 فبراير يعني تقريبا بعد اسبوعين من العملية دي شيرمن كان خلاص وصل لاخره من العذاب ده وانهى حياته اللي حصل ده كان صدمة لكل اسرته ازاي الراجل ده كان كويس وعائل وبعد العملية عقله الضهور كده لحد ما موت نفسه لكنهم ما سكتوش على اللي حصل ده وفضلوا يدوروا هنا وهناك ويسألوا خبرة ومتخصصين علشان يلاهوا اي اجابة لحد ما عرفوا ويوصلوا لتقرير الجراحة الاستكشافية للمرارة اللي عملها يوم 19 يناير ولما قدوا التقرير ده لطبيب مختص اكتشف الطبيب ده ان شيرمن اتعرض 16 دقيقة لحاجة اسمه الوعي بالتغدير اللي هو انت بتعملك عملية جراحية وجسمك مشلول لكن عقلك واعي وحاسس وسامع وشايف كل شيء فبعد ما بتخلص العملية بيجي لك اضطراب عقلي واتضح ان الوعي بالتغدير بتعرض له في امريكا لوحدها في السنة 20 الف شخص يعني شيرمن مش اول ولا اخر شخص يحصل له كده لكن في حالة شيرمن تم استخدام عقار فجدان الزاكرة وده زود الاضطرابات عنده اكتر ووصله للعمل ده في نفسه عرفته بقى ليه بيحطوا شريط لاصق على عين المريض ده رغم انه متخدر علشان لو فقف العملية وفتح عينيه مايشوفش منظر الجرح والمشارط والدم وتحصل له صدمة نفسية في الاخر عائلة شيرمن رفعت قضية على المستشفى وكثبتها في 2008 وخدوا مبلغ تعوين لكن ما تمش التصريح لوسائل الاعلام المبلغ ده كان كان وبس هو ده كل اللي هتعملوه في نهاية حلقتنا لو عجبتكم القصص دي او عجبكم الفيديو ده ان انتوا تعملوا للفيديو ده لايك وشير من كل اكاونتاتكو على مواقع السوشيال ميديو ومن هنا لحد ما اجهز لكم فيديو جديد وقصص جديدة اشوفكم على الف خير وقول لكم مع السلام اشتركوا في القناة